الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا أما بعد فلازلنا مع شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك يقول الشيخ وإن يفت توكيد منكور قبل وعن نحات البصرة المنع شمل واغن بكلت في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت الرفع والتدوب ما سواهما والقيد لن يلتزم الآن عندنا مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحو أو غير محدودة كوقت وزمن وحين أما مذهب الكوفيين اختاره المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك نقول سنت شهرا كله إذن أهل البصرة يقولون لا يجوز المفروض تقول سنت الشهر كله بالتعريف أما شهرا كله لا يجوزونه البصريون وجازه الكوفيون واحتجوا تحميلون الذلفاء حولا أكتعك في البيت السابق وأيضا قد صرت البكرة يوما أجمعا هذه المسألة الأولى المسألة الثانية قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك فلا تقول جاء الجيشان أجمعان ولا جاء القبيلتان جمعان استغناء بكلا وكلتا عنهما وأجاز الكوفيون ذلك المسألة الثالثة لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين إلا بعد توكيده بضمير منفصل تقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم ولا تقول قوموا أنفسكم فإذا أكدته بغير النفس أو العين لم يلزم ذلك تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع بأن كان ضمير نصب أو جر فتقول مررت بك نفسك أو عينك ومررت بكم كلكم ورأيتك نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم هذه إذن التوكيد بهذه المسألة التي ذكرناها بهذه الأبيات وصلى الله على محمد